بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا ووهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ولباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسهرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يدوقون فيها برده ولا شرابا لابثين فيها برده ولا شرابا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائط وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك أعطاء الحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتليكم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرلودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا أم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتقشى فأراب الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدب ويسحى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلطا أم السماء بناها وفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك انتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها